النقاط أعرف إزاي بها الشخصية اللي أنا بتعامل بها أو الشخصية اللي أنا بحبها أو الرجل اللي أنا بحبه ده شخص مؤذي وما بيحبنيش بالعكس ده بيستغليني رقم واحد طول الوقت يستنزفني ضغطني ضغطني بيستنفذني طول الوقت بسمح ليش أن أنا أعبر عن أرائي أو احتياجاتي أو مشاعر ممنوع أقول أنت ليه أضفت فلانة وليه عملت لها لايك وليه وليه كلمتها وليه فاللي هو فيه رعب اللي هو أنت بتكلمنيش في الحتة دي وخليك واسقة في نفسك هو اللي بيحدث هو اللي بيديري العلاقة طول الوقت هو اللي بيديري العلاقة طول الوقت فيه نوع من النقد بياخد مني فلوس بالتقليل لو أنا ست غني ممكن أحيانا ممكن ده يتشاف أحيانا فده برضو شخصية مؤذية إنها تصرف عليه تدفعت في أي حاجة في خروجات في أي حاجة في فصحة لا أنت اللي بتديري وأنت اللي بتصرفي وإذا كان عجب تكمل على كده وبعدين يرجعوا لها ما أنت اللي كنت مبسوطة وأنت اللي كنت عايزة تسافري آه بالضبط وعني أنت بيدفع أدفع عليه وفي حاجة بيننا فده أحيانا تشاف يعني حتى في العلاقات اللي هي بره الجواز يبقى هو ماشي معها مجرد بس إنه هو بيستفيد من العلاقة فهي لو حسن العلاقة ماشي في اتجاه واحد من الأول لازم الإنسان يبقى له قرار أو له وقفة في العلاقة ولو جات هي طلبته إنه هو يبقى راجل قد المسئولية لأ وكمان بيطلعها مادية بالضبط يعني فجأة اللي هو إيه مش أنت عايزة ترتبط بي طب خلاص روح يتقدم وهاد بيت وكده فاللي هو إيه ده أنت بتفكري في الفلوس كم بنت قالتلي الكلمة دي وتلها مادية عشان أنت ست هو راجل تقول لي آه يعني أنت ليه بتفكري في البيت والشابكة يعني إيه مال هي تفكر في إيه لأ وحيانا أنا مش جاهز للارتباط أو هي العلاقة بيننا كده وعايزة تكمل على كده كملي مش عايزة تكمل وبرضو ما يصرفش عليه وما يصرفش عليه وممكن مش عاوز يرتبط يعني أحيانا كنت بشوف حلد أن هي البنت مكملة في العلاقة والعلاقة هم مش عارفين هي ماشي لحد فين ولا ليه مسام طب إيه الهدف من العلاقة يعني دايما سؤال برضو قلنا ما تعرفت على الشخص ده كان هدفك إيه من العلاقة زميلي في الشغل لأ نحن عرفنا على بعض في النادي طب إيه الهدف من العلاقة خطوة اللي جاية إيه لا أول حد الآن العلاقة ما فيش فيها حاجة واضحة طب إنتي ماشي في العلاقة دي إزاي أو هو ماشي في العلاقة دي إزاي لا إحنا مكملين لحد ما نشوف الدنيا ترسى عليه أيها دكتور لأن الرجالة ساعات بتشوش تفكير البنت يعني يجيوا لأ إيه إحنا مع بعض بقى كده لازم أفهمك وتفهميني وناخد وقتنا ما نستعجلش عشان الارتباط ده مش سهل وقرار صعب بقى الارتباط قرار مش سهل بس اللي هو بيعمل لا عرف إنت إيه تنويم مغناطيسي اللي هو إحنا مع بعض وكويسين ومتتكلميش في الارتباط لأن أنا كنت مرتبط بوحدة أول ما قيت الارتباط قفلت منها أيها هنا هو عمل إيه بقى خراصها يعني خراص وش هتقدر تكلم هتتكلمي في أي حاجة هسيبك وامش فابتدأ دي شخصية تكسك ابتدأ بالضبط كده ابتدأ يبتزها في مشاعرها أن أنت لو تكلمت عن أي حاجة أو أي رأي يقلتي خلاص العلاقة اللي بيني وبينك هتنتهي لأ أنت لازم تسمح للطرف اللي قدامك أن يعبر عن مشاعره ده هو العكس بقى كمان أنه أحيانا ما بقاش عاوز يدي العلاقة شكل عاوز يسيب العلاقة كده أبوهمية كده يعني لمننا مرتبطين مش مرتبطين ولم هنتجوز يعني كده حاجة كده أبو الزبط فاللي قدامي حتى ما بقاش عارف يعني حرر مشاعره أو يتكلم أو يطلعها أو يتعامل معه فده نقطة لازم يعني الإنسان يبقى واخد باله منها خاصة اللي هي بتتعامل مع علاقة هي ملهاش جدول زمن زي ما حضرتك قلت نتعامل مع بعض كده نعرف بعد بقى أنا خمس سنين طب وبعدين رحنا على فين لأ أنا كل ما حاول أقرب من أي حاجة بيتقمص وبيهرب وبيهرب وما فيش أي حاجة حسن أهم أهم صفة في الشخصية المؤذية أنا إحساسي كده وحضرتك بيكلم الغموض اللي هو أنا مش فاهمة بيحبيني بيحبنيش بيهتم بيه شوية قوي وبعد كي يرجع ما يهتمش خالص على إيه ظاهر وموجود ويلا واشوفك وحشتيني ويخلي نفسيتها في سابع سماء وفجأة أول ما نتكلم كلمتين لا لا يختفي له كده ترطة أربعة أيام تليفونه طول الوقت متحول بيدي مقفول وبعد كي يدي جرز أصلي ما عرفش مين كان جنبي فيه غمود أنت قاعدة بتسألي نفسك كل شوية سبع تلاف سؤال هيجننك وانت قاعدة بالظبط فطول الوقت العلاقة هي عاملها هدك وضغطاها ومخليها طول الوقت في حالة نفسية عامل زي الشخص اللي عنده وسواس ونشغل بالعلاقة ليل ونهار صح فبعدة العلاقة ما كان فيها راحة وسعادة طول ما أنا عندي أجزاء في حياتي متوقفة بقيت خلاص العلاقة دي ما عطلاني عن شغلي ما عطلاني عن إنما تعلم مع الصورة ما بنامش مع أصحاب ما بنامش ما باكلش أنا مش عارف فراسي من رجلي فأحياناً بيلاقي الشخص ده جاي بأعراض جسدية أو بأعراض نفسية نتيجة العلاقة اللي هو موجود فيه فلو العلاقة دي مش بتحقق نمط منه الراحة والسعادة يعني أنت زي ما بيقوله كده الجواز سكن ومودة ما لقيتش في المودة ولا لقيت في التودت يبقى الشخص اللي قدامي مش بتودد لي أو مش بيحاول يكون قريب مني لازم أحط للعلاقة دي كدول زمن